صباح الخير مجدد على المشاهدين على أمل تكون المرأة عم تحصل على حقوقها مش بس عم نحتفل فيها بيوم المرأة العالمية اللي بسائب بتماني أدار المقبل إن شاء الله يا رب نكون عم نحتفل بيناي الحقوق كل يوم بحياتنا مع كل الإنجازات اللي عم بتقوم فيها على جميع الأسعادة بصرنا كتير نستضيف باللقاء التالي باتريسيا سفير المديرة التنفيذية بالمؤسسة البطرياركية المرونية للإنماء اللي نحكي أكتر عن النشاط بدأي لك صباح الخير باتريسيا أهلا وسهلا فيك ببرنامج يوم جديد مرسي على الإصلافة هذا أقل واجب أكتر يمكن النشاطات اللي بتقوموا فيها بالمؤسسة البطرياركية المرونية للإنماء ولكن اليوم بدنا هيك نسلط الدوء على هذا النشاط بالذات خاصة أنه المرأة عزيزة مش بس على قلبي أنا على قلبي السيدات كلهم على قلبي رجال أكيد وبتستاهل لو شو ما عملنا لها بعد أكتر وأكتر مرسي كتير على الاستضافة ما في شك أنه المرأة هي عنصر كتير فعال بالمجتمع وكلنا لازم نكون عم نشتغل لحتى نمية أكتر ونطور لأودوراتها ونمكنها أكتر المؤسسة البطرياركية هي مؤسسة تابعة البطرياركية المرونية بترأسها غبطة البطريارك والإدارتها منوطة بمجموعة من مجلس الأمنا يلي هو بيهتم بكل التفاصيل يلي خاصة بإذا بدك حط رؤية لمشاريعها مشاريعنا بتضمن موضع كتير أهمها خلق فرص عمل كان للشباب أو للصبايا أكيد ومنها تطوير قدرات الأشخاص بمجالات مهنية تقنية معينة بالإجمال نحن عادة مثل كل سنة بنعمل نشاطات على يوم المرأة العالمي والسنة لأنه عم نحكي عن العالم الرقمي بالإجمال حبينا نخصص إذا بدك نهار تدريبة مفتوح لكل الناس يلي عندها لكل الصبايا والستات أكيد يلي عندهم بيزنس معين أو تجارة معينة ما عم بيقدروا يساوئولها مضبوط على السوشال ميديا لنقدر نحفزهم ونطورهم ونقدر نساعدهم ليكونوا أكتر حاضرين وأكتر إذا بدك إنتاجية يعني إنتاجية إنتاجية ومربحة بالآخر كل مشروع تجاري لازم يكون عنده ربح معين طبعا بقى دورنا بهيدا النهار يلي عنوانه هو تعزيز المرأة بالعالم الرقمي لننقلع من مرحلة لمرحلة متخصصة أكتر مرحلة تكون أكتر إذا بدك حاضرة على السوشال ميديا وأكيدة عم نستعين بخبرات متدربين ومدربين بمجالات كتير متنوعة ومتخصصين كمانا بهيدا الموضوع عندهم خبرة عملية مش بس فنية أو تقنية هيدا التدريب حيكون مثل ما قلت بالبيت الحرفي بالزوء هدفه أنه نحن نقدر نعطي المرأة شوية دعم معنوي وتقنية وفنية إذا بدك بس الأهم من هيك كمانا تتعرف على المبادرات الموجودة بالعالم بهيدا الموضوع حتى التقريفية وين قادرة توصل وين حدودها بالسماء إذا بدك أكيد إن شاء الله ما بيكون في حدود عن جد خصوصة بهيدا النهار بدأ أرجع أذكر ورح يكون بسبعة أدار بالبيت الحرفي بالزوء خبرينا أكتر لوجستيا على الأرض شو رح يكون عم بيصير بهيدا النهار بهيدا النهار مثل ما قلت نحن بيستضيفنا البيت الحرفي بالزوء نفتح البويب والستاتي اللي مسجلي لازم تسجل من قبل على رقم التليفون 01493830 أو أكيد عن طريق الإعلانات اللي حطينهم على السوشال ميديا بيتسجلوا ونحن أكيد بنفرز الطلبات والناس اللي هي مؤهلة لتكون بهيدا التدريب نحن منحكيها بيهمنا كتير إنه ستاتي اللي أصلا عندها إذا بدك تجارة قائمة مش حدا عم بيفكر بتجارة قائمة هيدول الستاتي اللي حيجوا لعنا وعنا متمقلة مجموعة مدربين وراء بعضهم 3-4 ساعات كل المتدرب بيعطي موضوع معين خاصوا بالسوشال ميديا خاصوا كيف إدارة المواقع على السوشال ميديا وكيف كمنا نقدر نحفز أكتر الناس اللي بتفوتوا بتشتري وتتفاعل معنا دونك بيفوتوا على التدريب ساشن وراء ساشن حتى يوصلوا لمطرح يرجع يتعرفوا على رائدات بالأعمال مثلهم قادرين يعطوهم إذا بدك خبرتهم الخاصة بهذا الموضوع كيف إنه قدروا ينقلوا التجارة تبعهم أو العمل تبعهم من مرحلة معينة لمرحلة تكون مربحة أكتر أنا نشوف هنا صور هو اللي صور عن نشاطات المؤسسة ما في شك إنه كمنا الوضع الاجتماعي فرض نفسه علينا وقدرنا مضطرين نفوت بتوزيع أدوية ومساعدات اجتماعية للعيال اللي هي عندها حاجة زيدة أما حاجة قائمة جديدة مشان هيك هيدا تدريب إجا لحتى يكون أول شيء مجاني تعطي خبرة عملية وفنية لستات ما عندهم الفرصة أن يروحوا يتعلموا أو يدفعوا حق تدريب بس عندهم بزنس قائم وحبين يمشوا فيه لقدام أكتر بطريقة كتير مليحة هيدا المايلستون اللي بخليهم يكونوا متمكنين بمجال يعني مواقع التوصل الاجتماعي اللي مع كتير عالمات استفهامة علي بمطرح من المطارح ما فينا بقى نكون عم غمضين عيوننا ورفضين إنه نكون عم نركز عليه لأنه صار قائم وأساس بموجود وليزم نتعامل معه بأي مجال نحن عم نشتغل فيه وليزم نستفيد منه لأنه كمان عنده سيئاته بس أكيد كمان عنده إيجابياته بكبسة أنت قادرة توصل للملايين العالم وينما كان بالعالم كيف أنت إذا عندك رسالة أو عندك حتى مشروع وبدك توصل شو ما كان نوعه حتى لو عم بتسوق لفكرتك لحالتك لحالك يعني لخدمة معينة كل ما توصل أكتر كل ما كمان نعرف أنه تكوني عم توصل للأشخاص اللي هن مهتمين بهذا الموضوع اللي هن ممكن عم بفتشوا بس أنت ما عم تعرفي توصلينهم هيدا الحاجة هون عم شوف كمان تدريب أونلاين منعمله كمان وقت اللي بيكون فيه تعرفي هلأ بموضوع التواصل وكلفة البنزين العالي سواء منضطر نفوت بأونلاين ترينيج دايما هيدا اللقاء بسبعة شهر حيكون فيزيكل شو بيقوله شخصي حضوري مية بالمية وحيطرفوا على ستات تانيين بيشتغلوا مثل ما هنه بيشتغلوا نحن عم نقع هالمبادرات يعني من النهار الجمعة أطلقنا المشروع على السوشال ميديا وبصراحة المحلات أكيدة محدودة عنها بس أنه صرنا تقريبا ثلاثة أرباع الأشخاص ورد يعني صاروا موجودين بتمنى أنه ستات اللي عندها أفكار دايما ابتكارية وجديدة أنه وتكون ماشية بلشت فيها أنه تتصل فينا وأنا أكيدة أنه تدريب اللي لاح ياخدوه حيساعدهم كثير على المدى الطويل وعلى المدى الأصير كمان باتريسيا سفير بعد هيدا المشروع شو كمان نشاطاتكم الأخرى اللي عم تحضروا لأنا بعرف يمكن اليوم عم نستضيفك بخصوص هيدا النشاط ولكن بعرف كمان أنه شغلكم ما بيخلص يعني صراحة للمرأة كمان إلى دور كتير كبير بشغلنا وبحياتنا أصلا نحن بالمكتب 99% سيدات بنشتغل هاي أول علامة فارقة عنايها وتانيا نحن كمان عنا تدريب اللي حنا عملوا لسيدات من البلديات اللي حنطلقوا كمانا بنهار 8 شهر بنطلقوا للمشروع بس التدريب حيكون ببوت كامب نهار كامل مركزين عليه لحتى كمانا نبني قدرات البلديات بموضوع التواصل الاجتماعي هيدا المشروع مفروض يكون بتقريبا 15 شهر عم ناخد أكيد البلديات اللي هي موجودة بالأقاسي إذا بدك الكرة البنائية البعيدة والنائية حتى نقدر ندعمهم أكتر ونساعدهم أكتر يكونوا موجودين وقراب من الناس هيدا شغلنا ما بيقف هون شغلنا بيضل بكفة لأنه عنا تدريب بيضل قائم كل السنة تدريب مهنة على مهن وحرة أو حرف قادرة تنقل كمانا الأشخاص من مرحلة لمرحلة تانية تقدر تخلق لهم فرص عمل بظل هالظروف الصعبة وهالتسكير البوابية اللي عم تشوفه بكل الوظائف قادرين نفتح لهم باب أمل إذا بديك يتعلموا مهنة ويقدر يمشوا فيها بالسوء على عتقهم أو حتى بنأمل لهم شغل بشركات تانية وموضوع فرص العمل نحن عنا ما بيقولوا مشروعنا الأساسي والبيع طويل يعني من زمان مية بالمية وهيدا راس الحرب تبعنا نحن عنا مكتب توزيف بيأمن وظائف للأشخاص اللي عم بيفتشوا على شغل بالقطاع الخاص ضمن مهاراتهم وضمن إمكاناتهم وخبرتهم اللي عندهم ياهون ونجري بأن ما فينا نساعدهم لحتى يكونوا حاضرين أكتر على سوء العمل ويشوفوا المستجدات بسوء العمل لأنه مثل ما بتعرفي بعد كل اللي قطعنا فيه صار فيه كتير تغير بسوء العمل بقى منجري نتماشى مع الموجود ونجري نساعد الناس لهنه كمانا يكونوا حاضرين أكتر ويكون لهم فرصة أنه يمشوا لقدام شكرا كتير لحضوريك معنا وأهلا وسهلا فيك باتريسيا سفير ويعطيكم ألف عافية بكل شي عم بتقوموا فيه وبدأ عيدك من هلا مرسي بتمنى حضوريك معنا إن شاء الله يا رب كلنا نكون هيك بكل مجالاتنا وبكل يعني الرسالات اللي عم نجرب نوصلها عم نفيد بمطرح من المطارح المرأة اللي هي أنت قلت هيك عنصر كتير أساسي أنا بقول هي الأساس بالمجتمع عن جد مصبت وبعتقد منكون بمطرح كتير أحلى إذن عطت فرص أكتر أكيد وهيد الفرص تطورت وتنمت مثل ما أنتو عم تعملوا يعطيكم ألف عافية مرات لهم مرسي كتير وبدأ إليك إنه شعار السنة كتير حلو اسمه ونحضن سوى الإنصاف حلو لك عميق شو ميننكفل عن جد مية بالمية نحن لكتير وإن شاء الله أنه نقدر نوصل لهالإنصاف اللي عم نحكي عنه نحن كسيدات دائما منظل ناضي الكرميل هيدا الموضوع وما في شك أنه شغلنا هو علامة فرقة وحضرتك أكبر دليل على هيدا الموضوع الله يخليك بهالهمة ومارسي كتير على الاستضافة مرة تانية شكرا كتير هذا أقل واجب باتريسيا صيرو ونحن كمان من حملك من هون من برنامج يوم جديدة حب كتير وسلامات لكل شخص وكل سيدي قلتي لتساطين عبتلنا إيهن بوصلنا إيهن كلهم بعرف أنه في كتير جنود مجهولين أنت اليوم يمكن بالواجهة معنا لأنك ضيفتنا ولكن في كتير عم بيتعب ولا حتى تكون رسالتكم عم توصل على أمل هيدا النضال اللي عم بتقومه فيه تقطفو ثماره كل يوم مش بس بهيدا النهار فاصل أصير مشاهدين ومن تابع لقاءاتنا معكم خليكم معنا